عايز ابدأ من عندهوبة في موضوع انجلترا ايه اللي حصل في الشلسي النهاردة؟ بص انت فاكا يا كريم احنا اتكلمنا عن الشلسي وقلنا ان الشلسي بيفتقد للعمق الهجومي كان بيعتمد النهاردة على ستيرلينج مهاجم برقم 9 يعني قدام ميسن مونت ولقينا ان الشلسي ما كانش قادر يحول السيطرة بتاعت الكورة بتاعته لفرص خطيرة ولعمق جواه ومنطقة الجزاء على فكهة ستيرلينج عمل شوت اول رائع جدا لقولها الغلطة بتاعت مندي الغريبة يعني اللي غلط فيها وخلت ان ليتز يونويتد يقدر يكب المباراة كانت ممكن سيطارة شلسي تكمل الغريب في القصة كريم ان تخل بيقول ان انا مشكلتي ان انا ما عنديش مهاجم صريح وكان قدامه في السوق متاح جدا رونالدو فدي حاجة يعني بدينك اكتر ما منها ان انت يعني بتبرر اسباب الهزيمة فجل رونالدو كان يفعل جدا مع شلسي طبعا طبعا ميون في المئ هو كلام دلوقتي ان تشلسي بيفكر في مهاجم بشكل كبير ومساك لان كمان موضوع المساك ده اثر جدا في قوة تشلسي الهجومية وان تخل افقد تشلسي واحد من اهم اسلحته وهو ريش جيمز اللي لعبه جنب كوليبالي وجنب تياجو سيلفا في مركز المدافع التالت بدل ما يلعب كجناح وده اثر جدا واحد من افضل الاجناحة الازهرة اللي موجودة في العالم دلوقتي ريش جيمز بدون اي منازع يعني ما فيش الخطة دي مش من طباقة فاندها كتير فمش بس انه ما كانش فيه مهاجم صريح لأ كمان ان ريش جيمز مع وجود اسبل اكواتا كمان الممكن كان يلعب في الحتة دي والريش جيمز يتحرر طبعا فيه مستقع لعيبة كتير قوي في تشلسي لازم تشلسي يفكر الف مرة قبل ما يخليهم في الفريق للموسم ده واهمهم لورتشيك كان عامل مباراة ولا اسوأ يعني صح مانشستر سيتي ونيو كسل مباراة من الخال مباراة بريميا الليج مباراة دوري انجليزي ونيو كسل بصراحة النهاردة مفاجئة نجدها تشوفت كتبت 3-3 على فكرة كانت 2-1 لنيو كسل قلت مانشستر دور 3-3 مباراة هنا وهنا بقول المباراة بتاعت الغد نيو كسل ومانشستر سيتي قلت المباراة هي تبقى من أسعى المباراة للمباراة للمباراة دوري على مدار الموسي يعني كل الموسي يا احنا مباراة في الموسم خلاص يا اي حاجة جاية بعد كده خلاص